في ظل كل ده بتوصل جسامين شباب قرية الشريف في بني سويف ودول ولادنا اللي راحوا ضحية الإعصار دانيال وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكو الرئيس وجه التعزية لأسر شبابنا وأولادنا دول ووجه طبعا بتقديم كافة المساعدات للأهالي من ناحية أخرى يعني زي ما كنت بقولك هو مش من ناحية أخرى هي في نفس ذات الزاوية المصاب واحد ولادنا اللي في ليبيا أهالينا الليبيين الكل واحد أمام جمهورية مصر العربية كل واحد الرئيس يتحرك لأجل الجميع لأنه كل واحد هي دي مصر مصر مش عايز أقولك إنها بس أم الدنيا لأ هي مصر كل الدنيا والله وبتستمر زي ما حضراتكم شايفين جهود الإنقاذ اللي متواصلة في ليبيا بعد هذه الكارثة الإنسانية هذه المدن للأسف الشديد اللي بيها المنكوبة يعني بتستحق مننا دايما كل الدعم وكل الإسعاف وبنقدم كل الجهود مصر هتقدم كل اللي تقدر عليه كل اللي تقدر عليه من هنا يمكن كلنا بالتأكيد بنقول إنه يجب على العالم الالتفات لليبيا والالتفات للمغرب الالتفات شديد الإيجابية والتفات حقيقي يبقى على الأرض جزء كبير جدا من اللي احنا كلنا أظن محتاجينه وهو معدات بأعلى التقنيات علشان البحث والإغاثة خلي بالكو إحنا بنتكلم على مدن منكوبة قرى بالكامل تم مسحها من على وش الأرض لازم يبقى في عندنا في ليبيا المعدات وأيضا في المغرب المعدات اللازمة عشان نقدر نوصل ولو لنبضة قلب واحدة دول رجال الجيش المصري اللي موجودين هناك قدام حضرتك أخباي شايف قدامك الجيش المصري قوتنا مسلحة مصرية وحدات البحث والإغاثة موجودة ومنتشرة في المدن الليبية في القرى الليبية في كل شبر للأسف الشديد تعرض لهذه النكبة وهذه الأزمة ومر بهذه المحنة موجودة فيها القوات المسلحة المصرية والمسعفين المصريين بيقوموا بدورهم الإنساني بالقطع وبيقوموا بدورهم الوطني كمصريين تجاه الشقيقة ليبيا وتجاه أهلين في ليبيا هتستمر جهود الإنقاذ هتستمر دايما مصر موجودة في ليبيا لأجل أهلين الليبيين موجودة في ليبيا